السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا اصدقائي? اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم احمد صالح. بلقاء جديد في صناعة المحتوى عبر برنامج الباوربوينت. وعلى طلب حضراتكم. ولا اعجابكم بهذه الفيديوهات راح نقدم نموذج تالت عن كيفية تصميم كرت شخصي في برنامج باوربوينت بغاية الجمالية. وايضا غاية البساطة. قبل ما نبدأ يا اصدقائي تكرما ضغط مفتاح اللايك. ودعمي من خلال التعليقات وتعمل شير لهذا الفيديو. لا تساهم معي بايصال اكبر قدر ممكن من المستفادين. وايضا اذا كنت ضيف جديد على قناتنا منتشرف فيك. اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما لا تنسوا زيارتي ودعمي على قناة حكاية شغف. اكون جدا ممتن لزيارتكم على الحكاية. ويلا مبعض حتى نتوجه الى لقائنا لهذا اليوم. اهلا بكم مرة تانية يا احبابي في برنامج الباوربوينت. طبعا انت لما راح تقوم بانشاء اي ملف او عرض تقديمي جديد. راح تتوجه الى قائمة التصميم. ومن حجم الشريحة راح تختار تخصيص حجم الشريحة. ومنختار العرض يكون عندي اياه تسعة سنتيمتر. والارتفاع خمسة سنتيمتر. وقلنا انه هذا عبارة عن التصميم المعتاد او الحجم المعروف لحجم البزنس كارت او الكارت الشخصي. على العموم. انا محضر للكم تصميم اليوم جميل جدا جدا. بيتضمن انحناءات. تمام? واكتر التصميم اللي بتعطي الجمالية لما يكون تضمن اشكال فيها انحناءات. كيف ممكن نطلع هذا التصميم بهايد الجمالية. وهي البساطة ضمن برنامجنا. راح نضيف شريحة جديدة الان. تمام يا اصدقائي? وبنتوجه الان الى ادراج. ومنختار شكل. ومن هذه الاشكال راح نختار مخطط انسيابي عنديا. تمام هذا المخطط. راح انكر مع السحب. بالناحية السفلية من الشريحة. بهذا الشكل حتى اضيف المخطط. راح نختار لالو بدون اطار رسم. انكر باليمين. وبتوجه الى تحرير النقاط. انكر على هيدي النقطة. وبختار هذا المقبض وبسحبه للاسفل لحتى نعمل الان هذا الانحناء بالناحية السفلية. برجى بختار نقطة المقابلة. نفس المبدأ. بحاول اني انا اجلس الانحناء. يعني بحيس يكون الانحنائين فيهم انسيابية. قدر الامكان. تمام. بس يا اللي انتهيت. بنكر باي مكان. راح نختار من نسخة تانية. بختار كنترول زائد دي. بعمل نسخة تانية. من الشكل. وبختار له لون اخر. وليكن عندي اياه على سبيل المسال. هذا اللون مبدئيا. لان نحن راح نغير الوانه بعد شوي. وبختار نقل الى الخلفية. الان راح نسحبه الان. يعني مسلا نكون عندي اياه بهذا الشكل. كمان بنكر باليمين وبتوجه الى تحرير النقاط. راح اخد هايدي النقطة وبسحب الى هون. بحيس يكون هي متقاطعة او هي على تماس مع الشكل الاولاني. وبنكر مع السحب لحتى نحن نعدل زاوية الانحناء بهذا الشكل. نفس المبدأ النقطة التانية بنكر عليها. وبسحبها لحتى تكونها على تماس مع الشكل الاول. وبرجع باخد هذا الساعد. وبنعدلها للاعلى. لحتى نحصل على هذا الانحناء. وبننقر نقرة خارجية لحتى نحن نلغي موضوع التحديد. راح ارجع الى الشكل الاول. هذا هو الشكل الاول. انقر باليمين وبتوجه الى تنسيق الشكل. اول شيء نختار ظل. الى الاعلى. بنختار ظل الى الاعلى. وبنختار لون الظل يكون عندي اياه باللون الابيض. من قل الشافية الى الصفر. والضبابية الى الصفر. وبزيد الحجم للاعلى شوي. لحتى نعمل محاكاة الفصل بين الشكلين باستخدام الظل فقط لاغير. برجع بنكر على الشكل التاني او المتبقي من الشكل التاني. وبنختار لاله تعبية متدرجة. وبنختار ثلاثة الوان متل ما انا شايفين. ثلاثة الوان. وبجي بختار اللون الاول والتاني يكون عندي اياه لون اكشف منه. واللون التالت يعطيني اللون الغمق منه. او اللون اللي اخترناه بالبداية. لحتى نحصل على التدرج باللون الذهبي. والاضاءة او اللامعان بالمنتصف. متل ما انا شايفين بالضبط. الان الشكل الاساسي او الشكل الكبير بختار تعبية صورة او شكل نسيجي. وبنقر على مفتاح ادراج صورة من ملف. انا راح اكون محضر لالكم بعض الخلفيات. راح تكون موجودة ضمن الملف. اللي راح ارفع لكم اياه ان شاء الله. بنختار اي تدرج للتعبية. وليكن على سبيل المسال خلني اختار هذا الشكل او هيدا الصورة. وانقر على مفتاح الادراج لحتى نعبئ الان هذا الشكل بهاي الصورة. بالنسبة للموضوع الخلفية نفس المبدأ بختار تعبئة بصورة. وبنقر على مفتاح الادراج. من ملف ايضا راح اختار انا هيدا الصورة. وايضا راح اتركها موجودة في الملف لحتى تستخدموها. اذا كان اعجبتكم الى حد ما. فراح يكون معي الان المظهر الابتدائي. او الكادر الكامل للهوية المصري للكرد بهذا الشكل. الان يا اصدقائي كل ما هو مطلوب منك انك انت الان اضيف النصوص وبعض الاشكال فقط لغير. يعني مسلا عندي اللوغو بختار كنترول زائد سي وكنترول زائد في بضع اللوغو بهذا المكان. عندي النص بالاسفل راح اختار كنترول زائد سي وكنترول زائد في طبعا هذا عبارة عن رابط القنام. تمام على اليوتيوب. لكيفية اه تعبئتها او بتدرج لوني يكفي النقر على حواف المربع وبتوجه الى خيارات النص من هذا المكان. وخيارات التاعي اختار تعبئة متدرجة. وبختار نفس الدرجات لخط للمين لهذا الشكل. فبيعطيني هذا الدرج اللوني واللمعان باللون الدهبي. تمام. اه موضوع المسلس هو عبارة عن ادراج مسلس فقط لغير. يعني بس ادراج مسلس. يعني انت بتتوجه الى ادراج وبتختار من الاشكال. المسلس بتعبيه بلون بتعمله التفاف فقط لغير. وعندي العنوان هو حكاية شغف راح بنضع العنوان بهاد المكان يا اصدقائي. طيب موضوع الكود او البارا كود حتى نستخدمه للمسح على سبيل المسال على الكرت من خلال مسح لكيو ار او مسح لكيو ار يتم الدخول الى القناة مباشرة. تمام? كيف ممكن نسويه? انا شرحته باكتر من فيديو. راح نعيده مرة تانية على عجل. بتوجه الى ادراج ومنختار ووظائف اضافية ونحن كنا سبتنا من قبل لكيو ار فور اوفيس ونعطي اضافة. بتوجه الان وبجي باخد رابط القناة كنترول زائد سي. وبنضع الرابط بهذا المكان كنترول زائد في. بختار اللون الامامي خانا نختاره من احد الالوان نحن مستخدمينه. طب انا شلو بدي اعرف اللون نحن استخدمناه. تمام? اللون اللي استخدمناه. والخلفية تكون عندي اياه باللون الاسود. لحتى مثل عندي تعاكس بالالوان كتير. طيب. برجع لهون وبنرجع الى التعبئة اللونية. وعندي مسلا هذا اللون بدي اعبئ فيه الشكل او عندي هذا اللون مسلا. باجي لهون وبختار الوان اضافية. بيعطيني الكود الخاص باللون. هذا هو الكود الخاص باللون. بختار كنترول زائد سي. تمام? وباجي لهون لحتى انا اختار اللون نفسه. وباجي بعمل لسق وبنختار يعني اختار اللون. وبناخد بيكون الان تم اضافة تمت اضافة الرمز متل ما انا شايفين بنفس اللون بتضبط يا اصدقائي. تمام. موضوع الايقونات. الامر ما هو صعب اطلاقا وكتير حكينا عن ادراج الايقونات. اللي ما عنده اصدار اي فيو تسطاعش بيستند الى مواقع. راح اترك ايضا موقع لتحميل اه ملفات البي ان جي والايقونات بالعموم. صف عندي اه على سبيل المسال اه هذا اللوغو اللي سويناه خفيف او من اللون الخلفية بالضبط. بختار اللوغو نفسه كنترول سي وكونترول في. يعني بعمل تكرار لالوم. تمام? ومن خيارات التنسيق في عندي فلاتر لونية جاهزة. خلني اختار مسلا هذا الفلتر. وبنقر مع السحب لحتى نحن نضيف. متل علامة مائية للوغو بالخلفية. على سبيل المسال. طيب موضوع الاسم كنترول زائد سي وكونترول زائد في. هذا هو الاسم. طبعا الاسم تابناك كتابة عادية. حددنا اول محرفين ولوناهن بلون مغاير. بس فقط لغير. طيب اما العمل فهو او بجال التعليق الصوتي. راح نختار زائد في. خلنا نكبل لون شوي. ونصغر حجم الخط. تمام? ويكون معي مسلا بهذا الشكل. راح نتوجه الى ادراج من اشكال وبنختار خط المستقيم. او خط مستقيم. بضغط مفتاح الشيفت. وبنقر مع السحب لحتى ارسم قطعة مستقيمة بهاي المساحة. بنزيد السماكة لالو. ويكون عندي على سبيل المسال. بهذا الشكل اضغط ازيد احبه اضافية. تمام? اما اللون راح نختاره يكون عندي اياه بنفس اللون المستخدم لاول حرفين. فاختار كنترول زائد دي. اضغط وبقلل المساحة او الطول لهذا المستقيم او القطعة المستقيمة. تمام? وراح نلونها الان بلون اسود. لحتى يعطيني الان هاي دي الجمالية يا اصدقائي. بتوجه الى ادراج ومن اشكال راح نختار مستطيل ذو الزوايا المستديرة. انكر مع السحب. تمام يا اصدقائي? بعمل التفاف للاخير. تمام? وبنختار الالو بدون اطار. والتعبئة اللونية تكون عنديها بالنفس اللون. تمام? نعمل على سبيل مثال متل ازرار يعني اللي بتعبر عن التعليق الصوتي او عن الصوت بالعموم. يعني هي لوحة تحكم الصوت يعني انصح التعبير. يا اصدقائي. تمام? فقط لغير. بحدد الاشكال هدول مع بعض والبعض. وبعمل لهم بالضغط على المفتاحة كنترول زائد جي. تمام? وبيكون انتهيت من تصميم الوجه الاول للكرت بنفس الطريقة. انت بتكرر الشريحة. تمام? وبتعمل شوية تعديلات الان على الوجه التاني للكرت وبتحفظه بصيغة او جي بي جي. وبيكون جاهز معك لاستخدام او للطباعة. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع واللائق فيكم. فتكرمان ما تنسوني من التفاعل. ولا تنسوا زيارتي على حكاية شغف انا جدا جدا متشوق لزيارتكم. وابداء الاراء اللي حتى اخد فيها. وزا كان في شيء محدد بتحب انقدمه. شاركوا معي لأي شيء بتحب انقدمه. على حكاية شغف راح اكون جدا سعيد وممتن. القاكم على خير. دمتم برعاية الله. والسلام والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر